عند صناديق على التوزيع هذه أتمنى لا أتمنى لا أنا متفائلة بس أتوقع أن هذه الفترة 40 يوم عساس سنتي تفرز صناديق الانتخابات لا أتوقع أن ذاك التغيير لأن الموجود لا تتوقعين ذاك التغيير كثير النسبة قابلنا أمس الأخ فيصل المزين وقال نسبة معينة وأنا أريد أن أرى في استبيانات إذا أقول 5% هم نعمة 50% أتوقع أبس فيصل المزين قالت حوالي 60% يعني 50 إلى دائما التغيير في كل مجلس لا يتجاوز 50 أو 60% كل المجالس ما زال في أشخاص موجودين في المجلس من سنوات طويلة نقول لأطوا الشباب فرصة أنهم ينزلون كفاية يعني أنتوا عندكم فكر الفكر اللي كان موجود عندكم بذلك الفترة ما هو مناسب للفكر اللي حين موجود عند الشباب فإحنا نقول أعطوا الشباب فرصة ما يحتاج إحنا مفوض نقير حتى قانون الانتخاب أنه ليفوز أربع مرات في مجلس أو خلاص يوقف يعطي المجال لغيره لازم يتعدل القانون لازم يعطون مجال إلى الشباب اللي العقول النيرة اللي الحين قاعدة تتفتع قاعدة تطلع مو قاعد تأخذ فرصها حتى بالوظائف العامة قاعد نقول للشباب مو قاعدة تأخذ فرصها ليش اللي يمسك منصب قاعد يقعد في هذا المنصب وهذا اللي حاصل خلينا نتكلم عن الشباب وانت أثرتي موضوع الشباب فيه الآن كثر من الشباب في الدوائر الخمس مجدمين على رشحون نفسهم وأكيد أنت سمعت بهالموضوع واللي تابع يهل الدير الدوائر الخمس ويشوف الاستبيانات توصل لـ 50-75% اختليلة على في كل دائرة مستقلين وفيهم من الشباب كثر على فكرة إذا تابعون هل هذول الشباب قاعدين يراهنون على مرحلة مقبلة جديدة فيها من التغيير الكثير توقعاتك والله أنا أشك في هذا الموضوع أشكي أسباب طبعا شوفي الكل متوقع أنه في ضخم مال سياسي رح يتحرك في هذه المنطقة في هذه الفترة هذه الكل متوقع الكل متوقع رح يصير ضخم مال سياسي شرح لنا يعني تقصدين لتغيير خارطة مجلس الأمة لتغيير خارطة مجلس الأمة يعني تشكيلة يعني للأحسى ولا للأسوأ خلوا نحن نقول ضخ المال هذا لأي الاتجاه رح يروح هل هي للأسوأ أو للأحسى يعني يعتمد ضخ المال هذا بس الكل متوقع أنه رح يكون في تدخل من الحكومة الكل متوقع أنه التجار رح يتحركون الكل متوقع أنه البلبلة اللي صارت في آخر مجلس أنها لازم يشعونها ويغيرونها فالأغلب قاعد يتجه إلى الانتخابات مولا أنه عنده فكر سياسي أو أنه متوقع أنه يفوزن متوقع أنه يدعم من الخارج والأغلب قاعد يدور هذا الدعم بالحالة هذه إحنا إذا نشوف الكلام أو نسلط الضوء على الكلام أختي ليلى اللي قلتيه كأن المثل ينطبق يقول لا طبنة ولا غد الشار يعني إحنا نتمنى وتابعنا هذا الموضوع حتى في تويتر المغردين كثيرة ما تتكلم عن الموضوع أختي ليلى اللي إحنا ودنا ونتمنى أن الحكومة الحالية أنها ما تتدخل في الانتخابات بأي شكل من الأشكال عشان إحنا نتمنى أن نوصل حق الانتخابات حرة ونزيهة هذا الشيء شيء ثاني بالنسبة توقعات الشكلتين المال السياسي اللي راح يلعب حاليا دور هل تتوقعين يعني أن الثقافات الكويتيين لين ما تقيرت يعني في الأرض الواقع لين الكويت يقول يعني أنا قبل شوية المقدمة سأعتيها قلت صوتك الآن ثمانا غالي هل تتوقعين فعلا من يبخس أن يوصل صوت الحق أن يبخس من أجل المال أو شيء مع أن في قانون يؤاقب على ويجرم في قانون يجرم بس أتي لم تنتين تقرين شو في الوضع اللي وصلنا له أعظام مجلس الأمة قاعدين يأخذون ملايين عن طريق رشاوي أو عن طريق سي الأموال إحنا لاحن ما ثبتنا في هذا هل تتوقعين أن الفلوس هذي اللي بيصرفها على حملة الانتخابية الحين هي من جيبة هل تتوقعين المال اللي قاعد يصرف بطريقة ببذخ يعني إحنا عندنا حملات انتخابية قاعدة تكلف أكثر من حملات رأساء دول بالضبط فمن وين إحنا نعرف عضاء مجلس أمة يوصلون ما عنده حتى بيت حكومة ما عنده سيارة ما عنده ويحط فلوس بطريقة مطبيعية ويصرف بطريقة مطبيعية على مقرات الانتخابية وعلى حملة الانتخابية ومستعد يدفع للمفاتيح آلاف الدنانير زين الآن هذا الكلام يعني خليني أنا بعد أتعجب شلون اللي نحل المجلس ليلة نعم اللي قالوا عنهم قبيضة انزلوا نعم واللي الزمين ومعارضين انزلوا نعم فيعني ما في مثل تقول واحد لا مستحي يقول أنا ما راح أطلع بس خلاص تاريخي أسود والكل نازل هادي لا حين هذه معركة مصيرية حين هذه معركة مصيرية إنت يا قبيض لازم يبين للناس أني أنا ماني قبيض وبيوصل طبعا هو حاسب حساب أنه يوصل عارف أنه بيوصل بطريقته عارف أنه بيوصل بأمواله بأموال غيره بيوصل ونفس الشيء المؤزمين عارفين أنهم بيوصلون بس طريقتهم لتحقيق هذا الهدف أيها كانت أيها الغاية تبرر الوسيلة بالنسبة لهم ما عندهم مشاكل أيها كانت غاياتهم أيها كانت الوسيلة اللي خذاها لوصول هذه الغاية أنا قبل شوي كنت أتكلم مع عاج قتلتش كنت أتكلم على الناس اللي تم اتهامهم بالقبيضة وسموهم القبيضة وتمت الناس اللي عرضوا للبلد في الفترة الأخيرة على هالأساس عشتنا فيه أيام سودة مثل ما يقولون وقلق مستمر فقتلتش ليلة تتوقعين يطلعون قلتلي بكل أريحية أيه يطلعون احتمادش على الأسباب شن الأسباب اللي خلتش أنت مثلا عندش نوع من اليقين قتلتش ذولة عندهم قواعدهم الانتخابية ويطلعون قلتلي لا مو قواعدهم الانتخابية قواعد انتخابية احنا خلينا نتكلم على الواقع اللي قاعد يصير حاليا احنا من يومين اقر الكادر المعلمين ونفس الشي يعني الصدنش عساس لن يشرب الجديد الرسمية ونفس الشي قانون زيادة مكافآت الطلبة هذه ورقة رابحة في ايد من في ايد المؤذنين صحيح لأنهم ما زالوا يقولون أننا احنا سبب في أن احنا قرينا زيادة الكادر المعلمين وقرينا أيضا زيادة مكافأة الطلبة في فترة ما يعني خلينا ب2008 أو 2009 عندما اقرت مكافأة الطلبة اليوم اقرت هذه المكافأة لشور اقرت هذا كان في وعد من عبقابل عظام مجلس الأمة للطلبة اللي كانوا يدعمونهم في الانتخابات بذيك الفترة أنهم يقرونهم مكافأة أنهم يحسون وضحهم المالي خلينا نفهم الجزئية هذه شلون يعني تشتحينها ويهل الديرة يسمعون المكافأات اللي يقرت للطلبة نحن نقول حقهم نحن ما نتكلم فيها هل حق لهم هذه حق حقوق لهم نحن ما نتكلم فيها بس ما زال عظام مجلس الأمة يصرون على أنهم أهم السبب في أنهم استلموا هذه المكافأة وأن أهم يفضلهم على هذه الطلبة لهذه المكافأة فمعناته أنه لما ييك عظام مجلس الأمة ويتكلم ويقول أن أنا صاحب الفضل عليك في هذه المكافأة شو توقعين توقعين أنه ما يتحرك مع الطالب لا 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 الشباب كلهم رح يتحركوا معه فأهني يقول أنه عظام مجلس الأمة بدأوا يمسكوننا من رقابنا والخلل منين الخلل من الحكومة زي ما اسمت أترين شباب وايد على فكرة نعم يعني رحين في التغريدات بعض الشباب يقول لك تذكر فلان 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 صوت ضد الكادر فلان فلان صوت مع المكافأات فلان يعني معناته أنه هو يشوف المكاسب المادية مو المكاسب ما هي مصلحة البلد إحنا قاعد نتكلم أنه هو قاعد ينظر إلى مصلحة المادية مصلحة الشخصية مو قاعد ينظرون إلى مصلحة بلد مو قاعد ينظرون إلى مستقبل بلد أنت قاعد تاخذ المادة في الفترة هذه الحالية وين مستقبلنا مستقبلنا السياسي وينها تنمية الفرد الكويتي وينها الكويت وشور راح تنهض هل بطريق أنك تولي على هذه الأموال وعند طريق أن عضو مجلس الأمة يضغط على الحكومة على أن تدفع هذه الأموال نحن نقول الحكومة هي اللي خلتنا تحت رحمة هذه الأعضاء تتبع مثلا تروح للاجب الخارج حقك وبالدستور تضطر أنك تروح عضو مجلس الأمة على أساس وليش يبقى سيف مصلت على رقوبتك أنه بدوني أنا ما تأخذ حقك وبدوني أنا ما تأخذ ما تسافر بدوني أنا ما تتعالج ليلة أنا أثرت في البداية المقدمة سمعتيها وقلت أنا أسأل نفسي كمواطنة كويتية المقاومات التي تتوفر في الصفات التي تتوفر في المرشح اللي يوم أثنين أثنين أنا أروح أنتخب شنو اللي أبيه يعني عندنا فترة كافية أن نوحي نفسنا داخل نفسنا ونقول هذا الشخص لازم تكون تتوفر فيه واحد أثنين ثلاث أربع أني أنا أقول هذا الإنسان يستحق خلينا نتكلم في محور ثاني ننتقل ليلة عن المرأة نحن طلع عندنا أربع نساء هل تعتقدين تم انتخاب النساء الأربعة في أربع الدوائر أعتقد ثلاثة دوائر من 2009 إلى 2011 تقييمتش لأداء النائبات كمحامية كمواطنة كمرشحة إن شاء الله في هالأيام هذي نتكلم بمصداقية الحين نحل المجلس وما في لانواب وغيرها وخلي يسمعونا كل الناس أن أول شيء نقيم النائبات كأداء برلماني يكونهم أول وجوه تخلوا مجلس الأمة هذا رقم واحد توقعاتك كثير أمرأة تكون في المرحلة المقبلة القادمة هل الباب سيكون مفتوح أم لا شلون طبعا بالبداية نائبات مجلس الأمة اللي وصلوا إلى المجلس أعتقد أنهم بالبداية تسيسوا يعني في منهم كانوا في صف المعارضة وفي من الآخر كانوا في صف الحكومة فالأغلبية كانوا مدافعين على الحكومة أكثر من يكونوا مدافعين عن مصلحة الشعب للأسف يعني مثلا في قانون المرأة الحقوق المرأة المدنية والاجتماعية إلى اليوم يعني جذبوا أخذوا جذبوا وبعدين اللي كان معترض على بعض الحقوق هي النساء أكثر من الرجال يعني فإحنا قلنا نقول يعني أنتم من البداية وصلتوا عساس أنكم تقررون كثير من حقوق المرأة اللي فقدتها أكثر من خمسين سنة ليش الحين يوم وصلتوا بدأتوا تصرون ضد هذه الحقوق يقولوا لك إحنا نائب نمثلوا الأمة حالنا إحنا حال الرجل تحت قبة رباللمان فما نبيكم متميزون عن باقي الرجال تحاسبون حاسبوا كأي نائب وفي نواب هم أقل دون أداء مستوى من عندنا إحنا نقول في نواب دون مستوى بس ما يمنع أن المفروض قضايا المرأة كانت تحل في هذه الفترة جميع قضايا المرأة العالقة كانت مفروض تحل في فترة أساسا كان في عضوات مجلس أمام وجدين بس للأسف إحنا أقلب القوانين اللي مع المرأة ما أقر في شيء أقر منها ما فينا مثلا نظم بقتنا في الموضع في شيء ما أقر في أمور كثيرة ما أقر مثلا المتزوجة من أجنبي أو من بدون عيالها وليح ما تعدلت أوضاعهم المرأة ما تقدر تكفل حتى ابنها القانون رعاية السكنية قانون جدا تعيس شنو عشان تعطيني بقرض أني أنا لازم أكون عندي أنا ولا أختي مطلقة ولا بنت أمي مطلقة لازم أكون عندي واحدة معاي مطلقة من الدرجة الثالثة أساس أني أنا أقدر أسكن معاها في بيت ولا ما عندهم وانت بلاها مطلقة تسكن معاها هل هذه هذه عدالة ما هي بالعدالة أنت أقريت قانون أقريتها قانون معول سني قولوا لك أننا ما عشنا استقرار سياسي كل ساعة استجواب كل ساعة استجواب وإحنا النساء احترنا كنائبات شفتي أنت الحروب اللي صارت ضدهم وتم اتهامهم بكثير من أنهم تقبلوا رشاوة وأنهم تقبلوا مناصب يعني من دول قربة وولي آخر عندي اتصال ونكمل السؤال نقول ألو ألو هلا يا خالد هلا مرحبا مساء الخير مساء الورد يا خالد حياك الله الله يساعدني أن أتابع برنامجكم الناجح الله يسلمك سلامه أتسمع الأستاذة قاعد تتكلم تطلع من عبائة القبيلة وهذا شيء مفرح أن الوجه النساء اليوم يريد أن يطلع حتى من عبائة القبيلة ونحن نتمنى أن يكون هذا طرحه دائم وأنا هذا اللي حبيت أشارك كثير أنا من الدار الخامسة ومن المؤيدين لحق الأستاذة إذا حبيت ترشحنا مشكور يا خالد يعطيك العافية شكرا جزيلا أحب أعلق على كلام خالد طبعا خالد يزاك الله خير ومشكور على هذا الدعم بالعكس أنتم من الشباب أعتقد أنه في من القبيلة كثير رافضين الفرعيات ورافضين أنهم يكونون تحت يعني ضغط من الكبار اللي يضغطون أن يكون فيه فرعيات لأنه فيه كفاءات كثيرة انظلمت بحيث أنها مقاعدة توصل إلى المجلس بسبب أنه محسوبية الفرعيات فبالعكس نقول افتحوا الصندوق وخلوا الصندوق الانتخاب وهو اللي يحكم ولا يفرضون عليكم مثل ما قاعد يفرض أشخاص قاعدة توصل إلى المجلس مو قاعدة تبين الوجه الآخر للقبيلة ولا قاعدة تبين الوجه الآخر لشباب القبيلة فيه شباب كفاءات جدا كبيرة وفيه عندهم متعلمين وعلى مستوى من الفكر ومن التعلم ومن الأمانة ومن النزاهة لكن للأسف يغيبون عن طريق صناديق الفرعيات احنا نقول بالعكس احنا نتمنى ان الشباب الكويتي وخصب أبناء القبائل انهم يطلعون من تحت القبيلة من تحت عباية القبيلة مثل ما يقولون وانه يكون لهم وجودهم انت كويتي وانت لازم تنزل تنزل باسم الكويت ما تنزل باسم القبيلة وانت لما تتمثل الكويت راح تتمثل كافة أطياف المجتمع بما فيها القبلي والحضري السني الشيعي انت ما تتمثل بس قبيلتك وانحنا نتمنى ان اللي يطلع يكون وجه مشرف إلى هذه القبيلة مو يكون من الوجوه اللي مثلا من الكلام الكثير يعني اللي بدأ يطلع على باما جلس الأمة اللي وصلوا من الفرعيات اقلبهم قالوا انهم قبيضوا اقلبهم قالوا يعني باعوا ضميرهم في 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 سبيلهم يستلمون أموال كثيرة فانحنا نقول انتمنى ان اللي يطلع في هالفترة هذه يكون للكويت ويكون للكويت